أقدمت ميليشيا الحوث الإرهابية على إنفاق ما يقارب ربع مليار ريال يمني على صور ويافطات لزعيم حزب الله اللبناني الإرهابي الصريع حسن نصر الله وانتشرت اليافطات بشكل واسع في صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيا ما اعتبره الكثيرون تبديدا غير مبرر للموارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وأثار هذا التصرف غضبا شعبيا واسعا في وقت يواجه فيه الشعب أزمة معيشية خانقة بسبب نهب الميليشيا للرواتب منذ تسع سنوات وتجاهلها الوضع المعيشي الصعب الذي تسببت به في مناطق سيطرتها ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس مدى انخراط الحوثيين في المشروع الإيراني بالمنطقة